المجلس العربي انتقلنا إلى المجلس العربي أو المجلس النجدي اللي هو مجلس الارضي هذا صحيح هذا البيت ما يخلع عنه المجلس السلام حنا الآن نسميها الشبه اللي متواجزة في بيوتنا الشبه وبعضهم يقولها الديوانية صحيح بعضهم الديوان وبعضهم مجلس أول ملحق طبعا هذا المجلس مميز بجميع أنواع أطقم الدلال العربية كلها قديمة كلها قديمة كم تعود أعمارها ممكن؟ تعود أعمارها تقريبا إذا وصلنا الأقدم واحدة في الأحد العثماني ما شاء الله أينها بيشوف حقية الأحد العثماني هذه أينها؟ نشوفها طبعا هذه الدلال ترجع للأحد العثماني هذه المعلقة أو هذه؟ آه هذه هذا العهد العثماني ها؟ هذه كانت متواجزة في الأحد العثماني ومصنعة تصنيع يدوي بالزخرفة كذلك إن شاء الله شكرا ممكنة تقهوان وإذا بنتكلم بعد في أحد اللي هي أيام النصارى هذه كانت مصنعة في أحد النصارى دلال يعني عندهم كان قهوة عربية؟ صحيح هذه دلال من أحد النصارى مميزة بالصليب كان اللي هو شغل يدهم شغل يدهم طبعا هذه من تاريخ قديم طبعا نحن ما أعلن من الشعارات الدينية لكن نقصد أنه تثبيتا لأنها كانت من عهد هذه الأديان وعهد قديم وعهد تاريخها مرة قديم صحيح تاريخها يعود إلى ألاف السنين دلة ما جاءت من يوم ويلة نحن أنها توقعناها صحيح وإنها ما جاءت إلا من تالي لكن عد ما شاء الله واضح أنها طبعا نتداولة نقدر نقولها اللي هي البغدادية صناعة أهل البغداد والرسلان كذلك طبعا إذا بنتكلم بعد كذلك من إنتاج المملكة الادلال اللي هي ادلال القصر صناعتها الحاقل وادلال القرينية اللي هي صناعة أهل الحسن تصنيع يدوي من أهل المملكة هذا جانب الدلال والأباريك لها أنواع بعد؟ الأباريك طبعا هذه جميع الأباريك عثمانية والسماور كذلك عثماني يستخدم تسخين الماء قديما يوضع غاز تحته لنار؟ على الجمر على الجمر؟ قد شفناها تقريبا أنه هذا لا زال متداول ترى في الدول الشام أو الدول اللي هي الشمالية كذلك عندنا المحباش محباش وش فكرتها؟ محباش يستخدم طحن الحبوب أو طحن الهيل والقهوة طبعا تصنيع أهل الشام مثل ما نشوف مبرد القهوة طبعا يستخدم بعد حمس القهوة يبردونها عندنا المبرد النجدي عندنا المبرد السوري كذلك مميزة بشكالها حلو نشوف برضو في منافخ وفيها صحيح خناجر عندنا المنافخ عندنا المباخر النجدية التلفون هذا وش فكرته؟ هذا التلفون فرنسي قديما كان على الهندل طبعا لما يكوك فيه يرد عليه الاستعلامات أو السنترال يطلب اسم البيت ويحوله تلقائي صاحب البيت آه يعني ما يقدر اتصل مباشرة بالشخص كان يوصل على شيء يزيل يطلب الهو عن طيق السنترال عندنا هنا المباخر النجدية المميزة من خشب الأثل مثل ما نشوفها هذه مميزة قمة التاميش الساعات كذلك الصناعات بريطانية مميزة بالزخرفة النجدية أو في القلافات النجدية الخناجر وهذا بارود أو ليش؟ هذه رموح اللي فوقها؟ رموح هذا المقمعة طبعا لازالت متواجدة عندها للجنوب والغربية ويستخدمونها طبعا من عاداتهم وتخاليدهم تستخدم في زوجاتهم ومناسباتهم شعبية صحيح عندنا هنا كم تعذرني؟ كم تعود ممكن هذه السنة قبل؟ الرموح الرموح نقدر نقول إليها تقريبا من 150 إلى 200 سنة تقريبا إن كان في عهد تقريبا في الأهد الدول الإسلامية الخنجر؟ مميز خنجر عماني أو لا؟ لا هذا الخنجر طبعا اللي هو مصنع من الخيوط الذهب الذهب ذهب خالص نضبطينا جيدا لا لا ما عليك لا ما عليك نقفل وإن شاء الله ما يجي أحد ما شاء الله المميز أو الشي اللي يميز هالخنجر إنه من الخيوط الذهب صحيح كم يعود لسنة هالخنجر؟ طبعا الخنجر كان متواجد با اللي هو عند أهل الجنوب يعود إلى تقريبا 40 إلى 50 سنة كيف حصلتم علي هذا؟ حصلتم علي شي صعب أنت تعرف اللي هي البيوت أو العوائل اللي في الجنوب المملكة بل يا الله تطلع منهم الشيء كلهم لهم لاحترام التقدير بس أكيد أنه اهتمامهم بالتراث يخليهم يحتفقون مرة بالشيء اهتمامهم بالتراث كذلك اللي هي نقدر نسميها وراثة هذه عندهم أكلفكم مملكة لأنه كنز عندهم كلا كم كم تقدر تقول الرقم؟ والله ما نقدر نعطيك الرقم لأنه كبير مرة الله استعاد طبعا يا شباب اللي بيجوا متحف الحمدان لأوصيكم المجلس مباشرة في دبال المدخل مباشرة انصوا الخنجر هذا لأوصوا النص بالنص الله يعطيكم العافية فعلا اهتمام كبير جدا وهالخسارة أكيد أنكم ما تعتبرونها خسارة إلا هي شيء أنتم استفدتم منه وكسبتوه إنكم تقتنون مثل هذه الأشياء النادرة صحيح صحيح والغارية متشوقنا ننتقل إلى قسم آخر يلا بين أسرار المتاحب شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة